نشطاء المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في إسرائيل يطالبون باستقالة وزير التعليم رافي بيرتس بعد تصريحات له يوم السبت على شاشة التلفزيون الإسرائيلي الوزير عبر عن دعمه لما يعرف بعلاج التحول الجنسي لدى المثليين استمعوا لتصريحاته שאפשר לאמיר אנשים שיש להם נטייה כזאת? אני חושב שאפשר אני חושב שאפשר כן וגם עשיתי את זה אתה ראי שהוא ידע קודם כל להכיר את עצמו היטב זאת אומרת לדוק אולי אפשר בכל זאת לשתם ואז הוא יחליט אני שם לו את הנתונים ואומר לו תשמע זהו בליקודל אותו אני עוזב אותך עכשיו אתה מחליט זה משהו שקשור אולי לחינוך ואפשר להוציא אדם מהנטייה הזאת של להיות הומוסקסואל אני חושב שאני אתכם עזו ולא אתכם שאני מספיק מי ומנבו בי חדה תתלכי תשובה על השאלה הזאת هذا الوزير آت من بيئة دينية يمينية هو حاخام يهودي من حزب يميني هو البيت اليهودي التصريحات هذه له انتقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالقول إن كلمات وزير التعليم فيما يتعلق بمجتمع المثليين ليست مقبولة بالنسبة إليه ولا تعكس موقف الحكومة وتحدثت مع الحاخام رافي بيرتس لتوضيح كلماته وأكدت أن نظام التعليم الإسرائيلي سيستمر في استقبال جميع أطفال إسرائيل دون أي اختلاف في الميول الجنسية نتنياهو له سياسة منفتحة تجاه المثلية الجنسية حيث عين أمير أوحنى وزيرا للعدل في حكومته الجديدة وهو أول وزير مثلي يتولى حقيبة وزارية في إسرائيل نتنياهو ليس وحده بهذا الانفتاح أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك كان مشاركا في احتجاجات المثليين على تصريحات وزير التعليم التي سمعتموها هؤلاء انتقدوا نتنياهو في تغريداتهم يقول أسيف زمير يقول إذا كان هذا هو وزير التعليم الذي اخترته فهذا يعكس موقف حكومتك لا يمكنك تجاهلها بحملتك الدعائية للانتخابات القادمة كارينة تقول هناك طريقة سهلة لتعامل مع رافي بيرتس إذا كنت جادا بشأن ما تقوله وليس مجرد دعاية قبل الانتخابات فقم بفصله الليلة وسنحكم إذا كان كلامك يعكس ما هو في قلبك بخصوص المثليين أحمد دليم يقول طبعا من الجانب العربي أحمد دليم يقول بينما يحتفل المثليون في شوارع اسطنبول تحت حماية الرئيس المسلم أردغان تحارب إسرائيل المثلية وتبحث لها عن علاج عجيب هذا العالم مسلم يشجع المثليين ويهودي يحاربهم أما هذه التغريدة الأخيرة التي أتوقف عندها لزياد حلب يقول إسرائيل استفزهم تصريح وزير التعليم حول المثليين ولم يغضبوا لتصريحاته حول الفصل العنصري المعادي للفلسطينيين وأدرج هذه الصورة لما يبدو أنهما جنديان إسرائيليان ممسكان بيدي بعضهما ترجمة نانسي قنقر